بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشره وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعوا علم الله أما بعد من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحج أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشير النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلوم وعلوم مشيخه وتلامدته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين الكتاب الثاني والعشرين بسم الله الرحمن الرحيم كتاب البيوع وفيه إحدى وعشرون باب والبيع والشراء يعني مترادفان يعني ممكن يقول بتاع كذا وباع كذا وشرى كذا واشترى كذا كله بمعنى واحد لأن كل بائع مشتري وكل مشتري بائع في ألين واحد فأنت إذا دفعت الثمن فالثمن هذا كأنك تبيعه والمثمن إيه كأنه هو الذي إيه تشتري فكل من البائع والمشتري بائع ومشتري في ألين واحد وأنا أشكد قال له أنه هو لفظه مشترك يعني أنا ببيع ما معي من أموال مقابل أن توطيني ما معك من سلعة فأنت بائع ومشتري في ألين واحد بتشتري الثمن وتبيع السلعة وأنا أشتري السلعة وأبيع الثمن وبالتالي قالوا أنه هو لفظه مشترك طبعا إحنا عارفين عقد البيع عند المسلمين له شروط أولا في العاقدين اللي هو البائع والمشتري وفي الصيغة الإجاب والقبول وكذلك في عدم الإكرار في عدم الإكرار لابد أن يكون متوفر في عدم الإكرار شروط في العاقدين الرشد والملك التام وحرية التصرف ما يشتركش بقى إيه الإسلام لأنه ممكن تشتريه من كافر ولا تقولش من شروط العاقدين يبقى مسلم لا لأ أنا مش هنصلي أنا في السوق تهم السوق ما يشتركش فيه بقى إيه إنك تتعامل مع مسلم بس يشترك فقط أن يكون رشيد عنده ملك التام وعنده إيه حرية التصرف فيما يملك مع إيه القدرة على تسليم المبيع والثمن والمثمن لابد أن يكون إيه غير نجس عند الشفعية يقول لك لا يجوز بيع النجاسة لازم يبقى إيه طهارة إيه المبيع وأن يكون مقصود مقصود يعني ما نفعش أبيع رائحة التفاح أو رائحة الفاكة دي ما تنفعش تتباع دي تتبعي تتبعي واحد واقف على باب محل الكباب يعني يشم يوم يتلع صاحب المحل يقول له أدفع كزا عشان شميت فإنه ليس المقصود الشم والمقصود منه الأك وبالتالي لابد أن يكون أيضا المبيع هذا مقصود من الانتفاع به فما ينفعش تبيع رزاية ولا أمحاية لأنها مش مقصودة أبيع كيلو أمح كيلو رز يمش إنما رزاية لا ينفعش ثلاث رزاك ثلاث أمحات لا ينفعش وكذلك إيه وأن يكون مملوكا تملكه يعني شروط كتير عندما تخش الكتب الفقه بقى تقعد إيه شروط العقد البيع وما ينبني عليه من أثار والحاجات دي دي مهمة أي مسلم لازم يتعلمها وهل يجب الإجاب والقبول باللفظ ولا يكفي بالاتفاق كده مع الصمت الشفعية لا يجيزه إلا باللفظ الإجاب والقبول وبالتالي بيع المعطاعم بالشفعية ده ما ينفعش يعني لازم عند الشفعية تقول له مثلا إيه بيعني هذا السندويتش بجنيز يقول قابلت سلمت طبعا الراجل بيقع قدامه عشرة مش مقول كل واحد حيقوله كده وبالتالي بيع المعطاة في الأمور دي عند الشفعية بالرغم أنه لا يصح بمذابهم لأنه لا بد في إيه في التلفظ إلا أنهم أجازوه في الأمور المحقرات لكن لما تبقى أمر كبير حاجة ضخمة يبقى يبقى فيها اللفظ ويجوز اللفظ أن يكون كتابة عقد البيع تعمله مكتوب وتمضي عليه وده يوقع وده برضو لفظ لكن عقود المعطاة زي ترمي كده الجنيه وتروح سحب الجورنال وتنك ماشي بقى أكده لا قلت له بيعني ولا اشتريت ولا حاجة ما فيش لفظ فيش صيغة فدي عقود المعطاة دي في الأمور المحقرة عند الشفعية تجوز لرفع الحرج عن الناس واخد بالك لرفع الحرج واخد المعطاة عند الملكية يجوز عموما طالما فيه عرف العرف سادة على هذا يعني العرف ساد إن الإنسان يدفع التمن هو ساكت وياخد الحاجة ويمشي درجة إنه أحيانا يبقى البائع نفسه مش موجود يعني رصص الحاجة وحطت عليها الأسعار وهو واعد جوه تروح أنت حطت إيه وحطت لك صندوق كده تحط الفلوس هنا وروح واخد الحاجة وتنك ماشي هذه السور تجوز عند الملكية السور دي لا تجوز عند الشفعية واخد أكواها كذا يعني فيها تفاصيل يعني الموضوع فيه تفاصيل الباب الأول باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة كانت هناك بيوع في الجاهلية ينبني عليها غرر وظلم جاء الشرع الشريف ونهى عن كل بيع ينبني عليه الغرر والظلم أو يؤدي إلى المتحة وإيه والخصام أي بيع يؤدي إلى خصام أو فيه غرر أو فيه خديعة أو فيه ظلم نهى عنه الشارع فعلشان كده من ضمن البيوع اللي كانت مشتهرة في الجاهلية بيع الملامسة والمنابذة يعني إيه الملامسة والمنابذة؟ يعني يقول له تبقى الدنيا ظلمة أو مغطي المبيع يقول له حط ييدك تحت الغطة اللي تلمسه بجنيه ده اسمه كلام الحاجات دي البيوع دي موجودة في الملاهي لحد دلوقتي واخد بقى لك من الساعات يديك يديك سنارة ويقول لك لو لمست رقم كذا تحتيه حاجة والمحاولة بعشرة جنيه يبقى ده حصل في الملاهي أو ده بيع اسمه الملامسة منهي عنه ليه لأنه يبقى نبني عليه الغرض ممكن تلمس الحاجة ويجيه افتحها لك ويقول لك مافيش حاجة يدعكت عليه ما ينفعش ينفعش كده فيها ظلم وممكن إيه تلمس الحاجة والمحاولة دي بعشرة جنيه تبص تتلاقي إيه حطيط لك حاجة ثمانها جنيه يبقى أنا دفعت عشرة وقدت حاجة ثمانها جنيه ينبني عليها ظلم واضح يبقى بيوع الملامسة أو يجي مثلا والدنيا ظلمة يقول له غمض عينك وحط إيدك اللي تلمسه بمئة جنيه يقول له موافق ده بيلعبه بقى هو يجي يلمسه يحط إيده على بيضة على بيضة بمئة جنيه بيضة يتخانق معي ويحصل إيه نزاعة كل البيوع دي نهى عنه ده بيع الملامسة إنه يلمس في ظلمة أو يلمس وغمض عينه أو يلمس من تحت غطاء أو إنه يرمي حاجة فقيف فاللي تلمسها يجيبها زي اسمها الحصاة الرمي دي بيع الحصاة برضو زي يعني إما يرمي حاجة لما تقع الحصاية على حاجة تبقى دي بتاع لو يقول له تشتري حتة الأرض دي مني بإيه بقدر رمية الحصاة طب ما ممكن أرميها جامد كده تقومت إيه تبقى مساحة كبيرة ممكن أرميها كده وديله متر بس مش معلوم مش معلوم القبر المبيع وبالتالي نهى النبي صار صار عن مثل هذه البيوع الكثيرة اللي كانت الجهلية بتلعبها وإلى الآن موجودة في دور الملاد إلى الآن هذه البيوع موجود في دور الملاد بيع المنابذة والمنابذة أنه هو إيه يحط يده في جيبه ويقول له تشتري اللي حتطلعه لك وهو حفظ يده في جيبه يقول له كام طيب أنت عارف أنا هتطلع لك إيه أصلا؟ يتفو يقول له بمية جنيه يروح ما يطلع له كده؟ يطلع له كتكوت يطلع له أي حاجة يطلع له مثلا بورتقانة يطلع له سبحة ما ينفعش الطريقة دي لابد أنك أنت ترى المبيع واخد بالك وتتفحصه وتعرف الثمن ويبقى فيه إجابه وقبول والأمور واضحة إنما مثل هذه البيوع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها لأنها تؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة في إسندنا المتصل عن مشايخنا جزام الله عن خير للإمام مسلم في صحي الحديث الرابع والسبعين بعد الثمانمائة والثلاثة ألاف قال حدثنا يحيا بن يحيا التميمي قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيا عن حبانة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة وعن أبي قال وحدثنا أبو كريب وابن أبي عمر قال حدثنا وكير عن سفيانة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة حاه قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حاه قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب كلهم عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وعنه بي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن ابن عبد الرحمن عن شهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وعنه بي قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني بن جريج قال أخبرني عمر بن دينار عن عطاء بن ميناء أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهي عن بيعتين الملامسة والمنابدة أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل والمنابدة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه وعن أبي قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيا واللف بحرملة قال أخبرني يونس عبد الشياب قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين نهى عن الملامسة والمنابدة في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك والمنابدة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراد يعني بدون تفحص المبيع يوم يبقى في نوع من الجهالة جهالة المبيع دي تؤدي إلى نوع من الغرر والخديعة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المسجد وعنه بي قال وحدثنيه عمر الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسلام باب بطلان بيع الحصات والبيع الذي فيه غرر بيع الحصات زي ما قلت لك يبقى مسك الحصة يقول له إيه يتفقوا على العقد ويشوفوا المبيع وكل حاجة مثلا ده نوع من أنواع بيع الحصة يقوله بمجرد أن أرمي الحصة دي انقطع الخيار لا خيار لك يبقى انعقد العقد فلا تستطيع انك انت التفراجع ده نوع من بيع الحصة أو أنه يقوله تشتري ما تقع علي هذه الحصة ويرمي الحصة ويتفقوا على ثمن قبل ما يعرف يحتقى على إيه دي أنواع من البيع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه يبقى الحصة لها صورة أنه هو يبقى في إيده حاجة ويقوله بمجرد أنها تقع هذه الحصة يبقى انقضى خياره المجلس فانقضى البيع لا تستطيع انك انت تتراجع خلاص فهم وليكن مثلا ايه يعمله جرس كده ساعة بترن كل خمس داية الساعة ترن ويعوده نتفق في خلال الخمس داية أول ما ترن الساعة انعقل المبيع يبقى انقضى الخيار أو ده نوع من بيع الحصاء بس بصورة تانية بصورة صوت يسمعه كل دي بيع تؤدي إلى الغرر والغرر خديعة والمسلم لا يخدع ولا يأكل أموال الناس بالباطل والتاجر الصدوق الأمين مع ايه مع الصدقين والشهداء والصالحين وقليل ما هم باب بطلان بيع الحصات والبيع الذي فيه غرر وعنه بيقال يبقى دي أمثلة فقط للبيوع التي فيها غرر ويبقى أي بيع تاني يألفوه ولم يخطر على بالنا الآن تجد فيه غرر تعرف ان الشرع ينهى على طول يبقى ايه دي بعض الصور وليست كل الصور لأن الإنسان ما زال عقله خلاق بيجيب أفكار جديدة في الأسواق ويجيب عقود جديدة فلابد ان الفقيه ينزل لكل عقد جديد ويطمئن انه لا غرر فيه ولا خديعة فيه وانه ليس فيه شميمة أكل أموال الناس بالباطل وانه لا ينبني عليه خصام ولا شجار فإذا توفرت هذه الشروط وانه يكون خاليا من ايه من الربا وعلة الربا مثلا أو شيء من هذا أو الغبن الفاحش أو شيء من هذا لكن في بعض الغرر اللي هو يعني يتجاهله الشرع يجوز انك انت تشتري الحاجة دون ان تراها والشرع يجيز ذلك لرفع الحرج يبقى ايه في بعض الغرر يجيزه الشرع وليس كل غرر زي ايه زي لما تشتري الثوب وفيه حشو انا بشتري جاكت بدلة جاكت البدلة دي فيه حشو انا ما بشوفش الحشو ممكن يكون حاطف في الحشو ده نوع رديء لكن انا ببصر الخارج كويس فاجاز الشارع في مثل هذه الامور تيسيرا على الناس وإلا ما اقترش ان انا اروح اوطع بقى البدلة عشان اشوف الحشو انا بعد كده اروح مياه كذلك ما بشتري المنزل المنزل انا لا احفر حتى ابحث عن ايه اساس المنزل انا لا ارى اساس المنزل لكن مشتري المنزل قائم فلا ارى فعدم رؤية اساس المنزل قد يكون هذا الاساس غير يعني غير صالح كما اظن انه ولكنه مخفي في الارض والبحث عنه قد يؤدي الى ايه يعني عناء شديد في التعامل مع الناس وبالتالي الشارع يجيز بيع المنزل دون رؤية اساسة مثلا او ده نوع من الغرر الا ان الشارع يا ايه كذلك في الحمام يدخل الحمام انا باستحمه بفتح الحنفية حاجة بسيطة كده استعمل كمية مياه قليل طبيعتي كده ما حبش الاسراف واحد تاني يفتح كل الحنفيات وهو يفتح الحنفية واحدة ويقعد يستحمى ساعة جوه والتاني عشر ده ويطلع ده يستعمل مياه كتير وده يستعمل مياه قليل والحمام اجرى واحدة او ده غرر يعفو عنه الشارع وتبقى انت مسؤول عن ايه عن اسرافك بق بينك ومن نفسك لكن يعفو الشارع زي الوقت بيسموه ساعة تدخل بعض القتلات او المطاعم يقولك ايه الواجبة بخمسين جنيه واغرب زي ما انت عايز انشار تغرف عشرين مرة تدفع خمسين جنيه واحد مفجوع يخش يغرف له عشرين مرة يأكل بألف جنيه واحد تاني يأكله بقين كده كأنه كان بعشرين جنيه بس لكن دفع خمسين او ده غرر يجيزه الشارع لانه ايه كل فيه بعض الامور فيه بعض البيوع الكثيرة فيها غرر اللي ان الشارع لا ينظر اليه لانه تيسيرا لحياة الناس لكن الغرر اللي هو يؤدي الى النزاع والشقاق هو ده اللي انها عن الشارع واضح؟ لان ربنا قال لتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل باب بطلان بيع الحصات والبيع الذي فيه غرب وعنه بي قال وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا عبدالله ابن ادريس ويحيى ابن سعيد وابو اسامة عن عبيد الله حال قال وحدثني زهير ابن حرب واللفظ له قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن عبيد الله قال حدثني ابو الزناد عن الاعرج عن ابي غريرة رضي الله عنه وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات وعن بيع الغرر باب تحريم بيع حبل الحبلة وكذا برضو من البيوع الجاهلية انه يشتري منه يعني يلاقي عنده ناقة مثلا ناقة دي انثى الجمل اسمها ناقة يقول له ويلاقيها حامل يعني حبلة انها قد حبلة يوم يتفي معي يقول له ما في بطنها ان كان انثى اشتري ما تعلده يعني ما يلده هذا المولود اللي لسه متولدش يعني بيشتري المولود اللي حيتولد من اللي لسه متولدش طب وبيستفيدوا ايه بقى كان زمان يعني ومهبلي يعني قالك اه استفيد ان انا اشتريه بسعر رخيص الان لانه ممكن على ما تكبر دي بعد خمس سنين وتالد تبقى لسعار ايه غلية قوي يبقى انا استفدت بالسعر الرخيص الان ويجي لي بقى تقيمت ازاي لكن انت في الطريقة دي غير مقدور على تسليمي لانه ممكن هذا الحبل لا يتم وممكن يبقى فيه ذكر مش انسة مايتولدش انسة هو ممكن تتولد انسة وتموت قبل ان تحبن شوف فيه كم ممكن بقى فيه كم مخطرة وبالتالي نهى عن كل بيع لانه غير مقدور على تسليمه وغير متيقن ايه انه حيولد سليم ولو ولد سليم غير متيقن انه يكبر حتى يصل لدرجة الحمل فيحمل ثم بعد ذلك يلد وبالتالي ده ماينفعش ومثاله بيع ايه الطير في الهواء والسمك في الماء يقف الراجل على شط وفي ايده استنار يقوله تشتري اللي انا حاستعده بكام وانا بتبقى ما شوف مايمكن يرمز استنار ويقعد سياعة وما يطلعش حاجة مش كده برضو فماينفعش يبقى يجوز بيع الثمر على الشجر ولا الطير في الهواء ولا السمك في الماء ولا حبل الحبلة وكل الاشياء الغير مكدور على تسليمها وغير المعروف من قدرها كل ده اكل اموال الناس بالموقع ليه لان يمكن حتى السيار نفسه اللي اختفى معايا انه حيدي اللي حيصطاده بمين جنيه يروح رمز للنارة يطلح طود كبير 8000 جنيه يوم يندم فهمت ازاي هو نفسه يندم وبالتالي ممكن يحصل ايه ضرر لأي طرف من الطرف العقد واتطلح بعد زل ان اي بيع يطلع في يوم الايام بأي سورة من السواد يؤدي الى ضرر احد الطرفين وخديعة يبقى الاسلام نهى عنه قبل ان نعرف ماهو اسم هذا البيع تبقى عندك قواعد واصول في ذهنك فقير بحيث تستطيع انك تميز ايه هي البيوع الصحيحة وايه هي البيوع الباطل ايه تفضل الاسم هنا يقع على الباطع ولا على الاثنين الاثنين لانه تعاطي العقود الفاسدة حرام تعاطي العقود الفاسدة حرام فكل من يتعطي ان يتعامل معها يبقى ياثم حتى لو واحد احد الطرفين قابل يقبل يبقى برضو يأذى انت والله عايز تضيع فلوسك تصدق لكن مدعاش يبيعه شئة تبقى صدقة واضحة او هد منشاء من مالك تهمت نزايا لكن لا تنشر الفساد في السوق الذي يؤدي بعد ذلك الى النزاع والشقاق واحيانا في السوق تحصل خناءات بسبب النزاع يقتل الانسان اخو الانسان من اجلا الى هذه الدرجة وبالتالي الشرع لا يريد المسلم يكون مفسد في الارض او يكون هو نفسه سبب افساد السمر على الشجر مطلقا ام فقط قبل بدو الصلاح قبل بدو صلاح السمر على الشجر قبل بدو الصلاح ماينفعش لكن بعد بدو صلاح يجوز بالخرص في العراية بردو في العراية حتيجي التفاصيل كل حاجة لها تفاصيل انا بنقول كلام اجمالي لكن مع الدروس ان شاء الله هتيجي التفاصيل بحيث انك انت تستطيع انك تميز كفقيه بعد ذلك اذا دخلت في الاسواق لانك تميز بين العقود الباطلة وبين العقود الصحيحة شرع لانه هيكون عندك ميزان تعرف التقييز بهذا وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا عبدالله ابن ادريس باب تحريم بيع حبل الحبلة وعنه بي قال حدثنا يحيى ابن يحيى ومحمد ابن رمح قال اخبرنا الليث حال قال وحدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا ليث عن عبد الله رضي الله عنه هنا ادم نافع وبعد전에 عبدالله يبقى عبدالله ابن عمر ما تقولش مانو عبدالله اذا اطلق يبقى يبقى ايه ابن مسعود لا انذ любاده للراوي اللي بيروي عنه فنافع يخلي عبدالله اللي بعده عبد الله ابن عمر مش عبدالله ابن مسعود عن نافع عن عبدالله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه نهى عن بيع حبل الحبلة وعنه قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لزهير قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة وحبل الحبلة أن تنتج الناقة الوود وحبل الوود وهو تفسيريا مدرجة من الراوي وليست من كلام النبي بتبقى تعريفها وحبل الحبلة أن تنتجت ناقة ثم تحمل التي نتجت يعني تنتج الناقة يعني تلد ثم تحمل التي نتجت التي ولدت فنهاهم رسول الله سلام عن ذلك باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم النجش وتحريم التصرية كل سبب يؤدي إلى الشقاق أو يؤدي إلى الخداع ينهى عنه الشر تحريم بيع الرجل على بيع أخيه إذا اتفق إثنان على مبيع على بيع واتفقوا على العقد لا يأتي إنسان طرف ثالث فيعرض سعر أعلى ليشتري على شراء أخيه لأن ده يؤدي إلى إيه؟ يؤدي إلى الشقاق والنزام فنها النبي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه أو يخطب الرجل على خطبة أخيه ده يؤدي إلى الشقاق والنزام وكذلك سومه على سومه يعني لما يجي يقول اشتريت منك هذا بمئة والتاني يقول لك قبلت يقول بالتاني يقول له لا اشتريته وأنا بمئة وخمسين كده سامى على سومه يعني هي اختار سعرا فوق سعري يبقى كل ده برضو من يعنه لأنه يؤدي إلى الشقاق والنزام وتحريم النجش والنجش هو أنك أنت ترفع سعر السلعة مهم مهم المسلم اللي بجوارك أنك تريد أن تشتريها وأنت لا تريد أن تشتريها فيأتي فيشتريها بالسعر الذي أنت حددته فهمت إزاي؟ ده اسمه النجش النجش يعني يستثير المشتري فيشتري السلعة بسعر أغلى من سعرها زي إما ييجي مثلا يوقف واحد كده قدام فاترينا وانت رايح تشتري ساعة تلاقي واحد بيتفرج على الفاترينا وانت جابه يقول ايه؟ يقول لك شايف الساعة دي؟ جميلة جدا كاتب عليها بعشرين جنين ده 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 لسه في السوق اللي ورانا ده لسه شايف أنا بخمسين لقطة أنا حدخل أشتريها تقوم يقول له إيه؟ تقوم تقول له إيه؟ لا لا أنا اللي حشتريه أنا اللي حشتريه وهو مش ناوي يشتريها ده هو بس بيوسيرك أنك إنت تخش عشان تلحق وبعدين تروح شريها أنت بعشرين وتنك طالع تخش بالمحل اللي جمع وتلاقي بعشر يبقى ده بسعر تقيمت إزاي خدعك يعني أثارك لتشتري سلعة بأغلى من سعرها وهو لا يريده شي رواح تقيمت إزاي اسمه النجش يبقى النجش لأن أصل النجش في اللغة أنك أنت تثير الصيد أن يتحرك في اتجاه الشبكة يعني تحط الشبكة النحيات في جهة اليمنى مثلا وتأتي من الجهة اليسرى للصيد وبعدين تثيره حتى يجري في الجهة اليمنى يوميا لما يجري يقع في الشبكة ده أصل النجش إثارة الصيد أن يجري في اتجاه الشبكة فكذلك كأنه هو عمل لك شبكة إخدعك فأظهر أن هذه البضاعة سعرها مناسب وهي سعرها غالي وأنها جيدة وهي رديئة وأنه في صورة ناصح لك وهو ليس بناصح فتصدقه فتدخل فتجد نفسك وقعت في هذه الشبكة ده اسم النجش نهى عنه النبي سعر وتحريم التصرية والتصرية أنه هو إذا أراد أن يبيع ناقة أو بقرة حلوب يمتنع عن حلبها قبل البيع عدة أيام حتى يمتلق ضرعها باللبن فيخرج بها في السوق فيظن المشتري أنها كثيرة اللبن وأن هذا اللبن أن هذا الضرع يمتلق كل يوم بهذه السورة فيشتري على أنها كثيرة اللبن فيأخذها فيحلبها ثم يتمكس عنده عدة أيام على ما تبقى في نفس السورة فيشعر أنه قد يخدع فنهى النبي عن التصرية التصرية الامتنع عن حلب الناقة أو البقرة الحلوب أو الشل حلوب قبل بيعها بعدة أيام حتى لا يخدع المشتري بأنها كثيرة اللبن لأنها نوع من الخديع التموين نوع من التموين واضح؟ وتحريم النجش وتحريم التصرية إحنا طبعا في المدينة في هذا الوقت ما بعيش عندنا هذه البيوع لأنه ما بنزل نشتري يعني بهائم لكن ده موجود فيه ما زالة في الأرياف ما زالة في بعض القرى ما زالت هذه البيوع موجودة لدرجة أن بعض بيحقنوها ساعات يحقن فيها مية يعني يحقن في الدرع ماء عشان يملقوا وتطلع بقى مليانة الدرع كده وقعدة تزيف تكر أن كل ده لبن يعني بيتصرفها تصرفات غريبة التجار الغششين يعني ومن غشنا ليس منا وعنه بيقال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله سلام قال لا يبع بعضكم على بيع بعض لأنه يؤدي إلى الشقاق والنزاع العلة هنا علة النهي الشقاق والنزاع وعنه بيقال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللوذ لزهير قال حدثنا يحيى عن بيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له وعنه بيقال حدثنا يحيى بن أيوب وكتيبة بن سعيد وابن حج قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسم المسلم على سوم أخيه يعني لا يرفع السعر على سعر أخيه يسم المسلم على سوم أخيه يعني لا يرفع السعر على السعر الذي يشتني به أخيه بعد الاتفاق بخلاف بيع المزايدة بيع المزايدة ده لسه لم يتم العقل فواحد يقول علي بكذا والتاني يقول علي بكذا علي بكذا والجائع لم يقل قبلت إلا ده جائز ده بيع اسمه بيع المزايدة ده جائز لكن لما يقوله بعتك بمئة والتاني يقول قبلت يجي التاني يقوله أشتريها بمئة وعشرين هنا سامى على سوم أخينا واضح طالما التاني قبل واضح لكن قبل القبول يبدأ بيع مزايدة جائز وعنه بي قال وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن أبيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله وسلم نهى أن يستام الرجل على سوم أخي وفي رواية الدورقي على سيمة أخي وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يتلقى الركبان لبيع ولا يتلقى الركبان لبيع يعني لا تذهب إلى الأماكن الحدودية التي تكون حدود بين البلاد وبعضها البعض فتتلقى القوافل التجارية التي تأتي على الحدود قبل دخول الأسواق لأنك قد تشتري منهم وتوهمهم أن سعر السوق رخيص سعر السوق غالي فتشتري برخيص أو العكس فيحصل إما أنك تشتري برخيص وتبيع فتغلي على الأسواق وتحرم الناس من أسواق من تجارة تأتيهم عبر الحدود تكون أرخص فإذا اشتريتها عند الحدود حتجعلها على نفس السعر الموجودة داخل السوق لكنك أنت خبير بالسوق فلا يشعر الناس برخص الأسعار وقد تشتريها بسعر وهي غالية عندك تشتريها ممن جلبها وتوهمها أنها ليست غالية في السوق فتوهمه وتأخذها منه بسعر قليل فأي الطرفين قد يضر إما المستهلك الأصل اللي في السوق أو الذي جلب البضاعة أو أنك أنت نفسك الذي وقفت عند الحدود لتشتري قد تخدع وتظن أنها بضاعة رديئة جيدة وهي رديئة وبالتالي نهى النبي أنك أنت تتلقى الجلبان أو الركبان وتنتظر حتى تأتي إلى الأسواق ومسألة العرض والطلب والمنافسة هي التي تحدد بعد ذلك السعر إذا مسألة العرض والطلب والمنافسة هي التي يحدد سعر الإيل بضاعة وليس أنك أنت توهمه بأن سعرها هكذا في السوق وأنا أوفر عليك المسافة أو غير ذلك فنهى النبي عن مثل هذه الأمور قال لا يتلقى الركبان لبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد الحاضر اللي هو الرجل اللي في السوق الحاضرة المدينة اللي هو عارف الأسعار والباد اللي هو الرجل اللي يأتي من الريف اللي يأتي من الريف بيصنع بضاعته عنده في بيته لا يشعر بتكلفة كثيرة فلما ييجي السوق بيعرضها بيعرضها بسعر رخيص البادي فلما ييجي الحاضر يقول له لا استنى أنت أنا اللي حبيع حالك يبقى كده حيدر المستهلك حيرفع السعر فقيمت على المستهلك بعد ذلك فيترك البادي يبيع لنفسه والحاضر يبيع لنفسه حتى يترك السوق هادئ لجميع المسلمين اللي عنده أموال يستطيع أن يجد حاجته والإنسان الفقير يجد حاجته كلهم يجد ايه حاجته يعني يمنع الاحتكار لأن الحاضر إذا أخذ من أهل البوادي ثم عرض هو كأنه احتكر السوق ويرفع الأسعار فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بادي حاضر لبادي فإن جرى العرفة في ذلك سيدنا؟ والله لو جرى العرفة على ذلك خلاص بس ما يبقاش فيه ظلم لأي طرف من الأطرف يعني مثلا ما يشتريش من البادي يتبقى أسعار رخيصة جدا ويبيع للمستهلك بأسعار غالية جدا لأنه حيبقى فيه ظلم ايه للطرفين طرف المستهلك وطرف ايه الرجل اللي جاي منريف وهو المستفيد هل يؤخذون نسبة على بيع الجضاعة الغالية مثل الفواكن والألبان إذا كانت هذه النسب في حدود عشرة في المائة أجازة هالشاء وأخي بقى إلا إن دي اسمه صمصرة يعني بينقلها من هنا لهنا ويأخذ مقابل صمصرة يجوز بس بشرط قال لا يكون فيه احتكار وقال لا تكون بنسبة زائدة ترفع الأسعار على الناس وأخي ببقى لك وأن يبيع حاضر لبادي وأن تسأل المرأة ولا تنجش ولا يبح حاضر لبادي ولا تصر الإبل والغنم تصر الإبل والغنم تمتنع عن حلبها قبل بيعها عدة أيام نهى النبي عن ذلك حتى لا يظن المشتري أنها كثيرة اللبن على غير عادته فيرفع سعره فمن ابتعها بعد ذلك اللي هي المصراء لو اشترى بقى إناقى مصراء ابتعها بعد ذلك ظن منه أنها كثيرة اللبن يعني فهو بخير النظرين بعد أن يحلوبها فإن رديها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من طمر لو عرف عبها بعد ما حلمها أنها ما بتجيبش في خلال ثلاثة أيام في خلال ثلاثة أيام يعني إن الخيار المدة ثلاثة أيام في التصريق طيب لو حلبها وقال لك يتركها أول يوم يمكن علشان مغيرها مكانها اللبن قال ينتظر تاني يوم يقول يمكن مغيرها العلف بتاعها والأكل بتاعها ينتظر تالت يوم فيتحقق من تالت يوم إنها فعلا قليلة اللبن في الحالة دي إما أن يقبلها وخلاص ويمشي البيع أو إنه يردها بالعيد ويردها ويرد معاها صاع من طمر مقابل اللبن الذي إيه أخذه منه واضح ردها وصاعا من طمر وعنه بي قال حدثنا عبيد الله بن معاد العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله سلم نهى عن التلقي للركبان وأن يبيع حاضر لباد وأن تسأل المرأة طلاق أختها وعن النجش والتصرية وأن يستام الرجل على سوم أخي وعن أبي قال وحدثني أبو بكر بن نافع قال حدثنا غندر حاء قال وحدثناه محمد بن المثنة قال حدثنا وهب بن جرير حاء قال وحدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد قال حدثنا أبي قالوا جميعا حدثنا شعبة بهذا الإسناد في حديث غندر ووهب نهي وفي حديث عبد الصمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى بمثل حديث معاذ عن شعبة وعنه بيقال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله سلم نهى عن النجش ونقف على باب تحريم تلقي الجلب غدا ان شاء الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي نمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي نمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي نمي وعلى آله وسلم عبد خلقك ورضى نفسك وزناك عرشك ومدادك لماتك وما تحب وترضى سبحان ربك رب العزة عما يطفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين